حسنا حبايب حالياً سنبدأ بالمقابلة مالتنا ولكن بالبداية دعنا نرحب جيهان ونقولها هلو جيهان شلونت؟ أهليين فات، شلونا يا شخي بارك، أنا طبعاً الحمد لله أنت كيف يا شخي بارك؟ والله الحمد لله وأكيد تشرفنا باليوم المقابلة سنقوم بها وياها والأسئلة النارية التي سألتها طبعاً هذه الأسئلة هوا من أشخاص حالياً قاعدين يطلبوها أن يعرفون الحقيقة مالتها فأكيد أنت عزوا الجوابين وتوضحين للناس كيف حقيقة هذه الأسئلة وتغربتي وتعبتي كل هذا على متحقيقين حلمتش دخول فريق نورمار هلو هذا الموضوع فعلياً حقيقي؟ أو لا؟ صح صحيح وهلا راح جاوبك على هيدا الإصة كلها بتفاصيل لأنه خوصاً هالكلام وخوصاً على هذا الموضوع تبعاً أنه تركت الجزائر وتركت حبيبي وأنه تركت الشخص ليكت مرتبط فيه وتركت دراسة وهيك شي بسوي بفريق أتحدث عن هذا المشرف وفي كثير شتم وفي كثير تهجم صار علي بسبب أنه أنا تركت هذا الشي أنه يكونون بإصابة طويلة من هذا الشيء سيقول أنه أنا كفو حسنًا، يمكن المتابعين بعضهم قليلاً لا يفهمون القصة، فهمون أن تخليتي وتخليتي وتخليتي ولكن لا يعرفون أن تفعل هذا الشيء عمودة ضحيل، يجب أن تساعدين أهلك إن شاء الله بالمستقبل وإن شاء الله اليوتيوب يكون هذا هو الباب الذي ستنجحين من خلاله فكل ما عليك أن نتوضحين المتابعين بشكل أكبر هذا الشيء أنا أصلاً لم أفعله أن تخلق نهلي أو تخلق الحبيب هذا الشيء أنه أنا إنساني عندي بتفكيري أنه في الوقت الذي نحن فيه وفي السنة التي نحن فيه أنه لحداً اللي بيحب حداً أنه يدعمه على حلمه وكل شيء ما أنه يقول له لا والله وقف شغل ولا وقف هاي ولا وقف هاي لا والله ما تطلع من البيت لا تساوي لا تساوي أنه كثير شغلات بيهدمهم فيه أكيد أكيد أنت بالنهاية مجرد هدفي أنه تطوري من نفسك تكوني بنياقة حالك وبنفسك أنا هدفي أنه حق حلمي وصير يوتيوبة روسية وممثلة وأنه كمان اعتمد على نفسي واعتمد وساعد أهلي وساوي كثير شغلات وكثير شغلات وقسم بالله العظيم ساويتهم وتركت الكل شيء واجيت لهون يعني شلون كافحت وشلون وصلت لحالي بدون مساعدة أهلي بدون مساعدة ولا حدا وطلعت عالتركية بس بمصاري التبع يعني شلون كتعم أدرس وبشتغل ودرس وبشتغل وبأسما وقت كله وبعدين تركت الدراسة وبشتغل بالصبح للمسا بشغل وبالمسا للليل بشغل ثاني بس كرمال إنه أجمع الفلوس وفوت على الفريق يعني شويت كثير كثير تضحيات كرمالهم صويت كثير تضحيات بضبط الصراحة هذا الشيء كلش خرافين وبالنهاية اللبنية مو قد حالة ولكن قاعدة تحاول على المد تكون قد حالة يعني وتحاول أن تدخل الفريق فلذلك يا حبايب قناة بليتيوب بالوصف لازم كنا ندعمها يا حبايب رابطة قناة الوصف عامو الحقيقة أحلى ما يا حبايب بنساعدها وندعمها رابط قناتها بالوصف اوكي نروح علي للسؤال الثاني جاهزة؟ تمام جاهزة السؤال الثاني يقول ان تشرت علي فضيحة أو قليل استوريات يقولون بها ان انت شتب ديسكو ديشربين حشيش مادر الصراحة يكون غريب ولكن هذه الاسطورة انتشرت يا حبب بحطتها بالمقطع عمالتي اللي ما شايفي روح يشوفها فوضحي ان هل فعلي ان كان هذا الديسكو؟ وهل فعلي ان تشربين الحشيش او لا؟ وطبعا المعلومية يا حبايب ان المكان اللي كانت به هو ما كان ديسكو وانما كان مقهة وهذا المقهة يعود لمحمد جواني فمحمد جواني هو أصص صاحب المقهة فاكيد هو مو صاحب ديسكو يعني أول شغلة أسنت من قبل رفقاتي مه في الأصل ما كنت بدرا بالحفلة لا بدرا الهداء على مين夫الكة او فل своهو الشغلة لا أعلم ماذا يقولون ديسكو وليس كنت في ديسكو كنت في كافي محتر مكسير كافي عائلات سورية عائلات عراقية عائلات أردنية فلسطينية كثير من النسوان كافي دبكة وكانوا البيانات المحجبات يدبكون وانا كنت عم أدبك وكنا كنا مسكين ايد بعض لا قصدي ولا شيء وكنا كنا كنا عم أدبك وما كنت لا عم هز ولا عم اتراوس ولا كنت عم سامشة هذه هي الأسة ولا كان في حشيش ولا كان في الخمر ولا كان في مشروبات فايب يا حبيب هي مجرد كان في كافية محمد جواني قاعدة شوية دبكة مش أكثر يا حبيب وقاعدة أسوي شيء يعني هاي رخصة طبيعية ومعروفة بين الناس وحتى كان هناك حاجبات قاعدين يساوبوها والدخان هي حرية شخصية ونحن معنا علاقة طبعا مثل نقول بالعادة ولكن السؤال الأهم حاليا شنو كان ردة فعل الفريق بعد ما شافوا هذا الشيء يعني ردة فعل الفريق يعني خوصة محمد يعني مع كل احترامة بتمنى كل الخيل للفريق بتمنى كل خيلة محمد أوكي عاطوني فرصة وفيت معهم يعني وكل شيء أنا كمان يعني ضحيت كرمالهم يعني كرمال الفريق وكرمال حبي لنور وللفريق وللمحمد وهيك شيء وحبي لقيلهم وستقي لقيلهم ضحيت على كثير شغلات ضحيت يعني تخليت عن كثير شغلات بس عشان كون معهم يعني وأنا أول موقف يعني كد إليك يعني من أول موقف يعني تخلوا عني ومدري شو وصار حكي يعني طالع لنزل وكانت ردة فعلهم ممكن هما فهموا المضاء بشكل غلط يمكن هما تصرفوا شوية صرف شكل غلط من كغروم الليبنية حاولت ووضحته على موتكم بالفريق ولكن لأسف يا حبيب ردة فعل الفريق نوعا ما تعتبر ردة فعل قاسية وثلاثة يا حبيب لازم ندعمها راح تركوا رابط قناة بالوصف الكل يرح يدعمها دقيقة فهد دقيقة بس مو أنه قاسية كانت ردة الفعل كثير قاسية مع أنه أنا لما كنت راح فوت على الفريق بأولى هلأ قدام كل حدا وقدام الجمهور أنا لما الغلط مو تبعي الغلط تبعهم أنا لما فت على الفريق شو قالوا لي قالوا لي جيهان في شروط شو هي ممنوع سابق بالسوشيال ميديا ممنوع انستغرام ممنوع يوتيوب ممنوع تيك توك ممنوع فيسبوك قلت له انت على عيني وراسي وما راح افتحوا هيك شي وخلاص وما فتحتهم ولا صوت ولا اي شي تمام بعدين شو قالوا لي ممنوع مثلا دخني على السوشيال ميديا التدخين أو تلبسي لبس مت ما بدك او تلبسي لبس فاة بحق او هكي شي قلت له انتوا فريق محترم انا راح اكون معكم على هكي شي يعني على هيك نموذج بس انه انا ما حدا منعني قال لي لا تروحي على الكافي ولا ما حدا منعني قال لي لا تروحي على حفلة او اذا عزموا قريفاتك لا تروحي بعدين هلأ لما تطلعي بالنهاية طبعا اكيد تجي هلما تكرر على الفريق بالعكسية تحبهم بالعكسية تتمنع كل الخير وحكينا احنا نتمنع كل الخير ممكن هم شوية فموا بشكل غلط هذا الشي اللي خلاهم انهما يصرف ولكن يا حباب نحن نوقف بعيدا على الصراحة نحن نحب الفرق كلنا ولكن اللبنية مغلطت غلط جبير فممكن نحن نوقفوها وندعمها يا حباب اوكي الراحة لي للسؤال اللي بعدها سؤال حلو اللي هو اوصفي كل واحد بالفريق بكلمة واحدة يعني نور بوصفوا بالانسان الشجاع واللي عنده حلم وعم يحق حلمه يعني كنت اقول لك يعني ويكافح وكل شي بس عشان يوصر على حلمه نرمين البنت الهادية واللي ما بتقرب على حدا يعني محمد الانسان اللي بتحسه كثير مسؤول انه مدير انوار الشخص اللي بيضحك كثير متنمر بحسه اوكي واللي بعدها الاء البنت الحبابة والطيبة وكل شي بحبه كثير اوكي سأللي بعدها وليهوش شنو عبر انطباع اخذتي عن قمر الطائي اقول انطباع اخذته عن قمر الطائي قمر بنت كثير ناجحة وبنت كثير بحبه كثير بحبه وبتابعه لما كنت زائر وبنت يعني كل شي طيوبة هواية يعني طيوبة هواية بالعراقي يعني حلو صرتين تحتين عراقي شكل علمتك والله عم بحكي عراقي صراحة هسا هم بحكي وياكم العراقي اوكي على سيرة قمر يا حبايف هل انفكر انت الصورين بالمستقبل ويا يارا ويا قمر او الدخلين فريق جديد هل انفكر الصورين او حبت كاملين بوحدة والله يا فهد حاليا ما افكر يعني بدي ركز على حالي بس يعني ما افكر صور مع لاحدة بس يعني اذا جتني الفرصة مع شي حدا يوتيوبر او مع شي حدا يعني بصور مع ناس تانين اوكي ما رح اقول له يعني ما رح اضبط اكثر منه وبس يا حبايف هذا هو المقطع مغالتنا ولا سلماتنا خرافية مثل ما قلت لكم ان جيهان نزلت مقطع على قناتها رابط وروصف يا حبايف اريدوا اليوم ان ندخل ان نوصله مئة الف مشترك كفوا احنا يا حبايف اكيد رح نقدر نوصله وفجر الكومنتات رابط وروصف الكل يورح في القناة وبس جاناكم فياد الزين و و انا جيهان و بس مع السلامة السلام